أهلا بكم من جديد كما اعتدنا نهاية الأسبوع ننطلق في جولة على أهم المحطات والملفات للرئيس الأمريكي المثير للجدل دونالد ترامب واليوم مع مرسلنا رافد جبوري مساء الخير رافد وأهلا بك رافد جبوري أنا دايما بقول جبوري بعتذر منك يا رافد إذن بالتأكيد اجتماع زعماء مجموعة الدول السبع له حصة كبيرة ربما بأحداث هذا الأسبوع والإضافة إلى تصريحات دونالد ترامب حول إيران التي لفتت الكثير من المحللين السياسيين أهلا بك يا ديما وشكرا لتصحيح الاسم وليهمك بالنسبة طبعا لقمة الدول الصناعية السبع في فرنسا بالتأكيد احتلت جزءا كبيرا من ما نقل عن الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي واحتلت جزءا من تقريرنا الأسبوعي عن نشاطاته أيضا لكن دعيني أبدأ بالحديث عن الأعاصير ديما يعني البلاد المتحدة طبعا تتعرض لأعاصير موسمية كما يعلم الجميع آخرها العصار المرتقب الوصول العصار دوريون الذي يكاد يصل إلى بورتريكو ثم بعدها يصل إلى ولايتين فلوريدا وجورجيا جنوبية الولايات المتحدة الأمريكية ما علاقة هذا بترامب؟ أحد المواقع الأمريكية نشر الأسبوع الماضي خبرا أثار الاهتمام عن ترامب الخبر يقول بأن ترامب وفي اجتماع رسمي مع مستشاريه تساءل أو طرح فكرة مواجهة الأعاصير باستخدام الأسلحة النووية من أجل عكس مفعولها طبعا ترامب بعد ذلك نفى أن يكون قد أدلى بهكذا مقترح أو فكرة مثل هذه لكن تم تداول الموضوع وغرابة الفكرة التي تم طرحها طبعا بحسب المواقع الأمريكية في أمور أكثر جدية ربما ليست بعيدة عن الأسلحة والحروب هناك الآن تقارير عن ما بعد الانسحاب الأمريكي الذي أعلنه ترامب من أفغانستان تتم مناقشة أفكار هذا الانسحاب خصوصا مع مباحثات السلام التي تجري منذ أشهر في قطر من أجل إحلال السلام في أفغانستان الولايات المتحدة ترامب يقول الآن بأنه يريد الإبقاء على أكثر من ثمانية ألاف من قطعاته من قواته في أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي لكن الموضوع خاضع لتداول أرقام القوات التي تبقى هناك أيضا تصريح أو ما نقل عن ترامب من نية وليس تصريح نية بأن يقلص المساعدات العسكرية لأوكرانيا من أجل ربما إرضاء روسيا وهو أمر علاقة ترامب بروسيا طبعا كما تعلمين ديما وكما يعلم مشاهدين أمر مثير للجدل في خصوص ترامب وعلاقته بروسيا وأولويات ذلك حتى هو في قمة الدول الصناعية السبع عادة دعوته لعادة روسيا إلى قمة الدول الصناعية السبع هناك طبعا الاقتصاد الأمريكي القضية الأهم بالنسبة للناخبين الأمريكيين وربما للناس في كل مكان الوضع الاقتصادي بالنسبة للاقتصاد الأمريكي نعلم بأنه في العموم هناك حالة تحسن وازدهار للاقتصاد الأمريكي هو أمر يفاخر به ترامب دائما لكن هناك مؤشرات خطيرة أهمها تأثيرات حرب ترامب التجارية مع الصين واستخدامه لسلاح التعرفة الجمركية وزيادة التعرفة الجمركية هذا الأمر كان في البداية يحظى بدعم الحزب الجمهوري حزب ترامب فالآن بدأ أعضاء في الحزب الجمهوري يعبرون عن قلقهم من استخدام سلاح التعرفة المتكرر من ترامب التعرفة الجمركية ضد الصين وتأثير ذلك على الاقتصاد الأمريكي المفعول العكسي لذلك طبعا عن الاقتصاد الأمريكي وعن تغريدات ترامب المستمرة والمهاجمة في كل الاتجاهات اخترنا أن نبدأ تقريرنا لهذا الأسبوع لا أحد يعلم بماذا يفكر ترامب حين يكتب تغريداته الغزيرة يتطرف في عداواته داخليا وخارجيا ويخلط بينهما أحيانا ها هو هنا في خضم الحرب التجارية مع الصين يتساءل عن من هو العدو الأكبر لبلاده الرئيس الصيني أم رئيس الاحتياطي الفدرالي وهو البنك المركزي الأمريكي يصب غضب ترامب على رئيس الاحتياطي الفدرالي جيرومو باول بسبب عدم خضه لأسعار الفائدة بسرعة كما يريد الرئيس الأمريكي عندما يسأل عن مصير مدير الاحتياطي الفدرالي صاحب المنصب المستقل الذي يعينه الرئيس ولكن لا يقيله في العادة هكذا يأتي الرد إذا أقدم على الاستقالة فلن أمنعه يغادر ترامب توجها إلى فرنسا لحضور قمة الدول الصناعية السابعة يصل إلى مشهد جميل في طبيعته لكنه مزدحم بجدوله السياسي تثير تصريحاته الجدل كالعادة يدعو لعودة روسيا إلى المجموعة ويهدد بفرد ضرائب على النبيد الفرنسي لكن القمة كانت بانتظار مفاجأة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يصل إلى مكان عقادها بدعوة من فرنسا باريس تحدثت عن احتمالية لقاء بين ترامب والرئيس الإيراني حسن روحاني في المستقبل لكن ذلك الاحتمال ابتعد بسرعة بتصريحات من الطرفين شددت على مواقفهم الثابتة عليهم أن يتصرفوا بطريقة جيدة لا يمكنهم أن يفعلوا ما يقولون إنهم يريدون فعله لأنهم إن فعلوا ذلك فسيتم مجابهتهم بقوة عنيفة ليس لدينا خيار تصل القمة إلى ختامها بمشهد ودي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل مكهون وترامب يعود ترامب إلى واشنطن وإلى مزيد من المواجهات الداخلية والخارجية راثد جبوري العربي واشنطن